بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على شهدائنا الأبرار ونسأل الله لهم أن يكونوا في أعلى عليين إن شاء الله وأن نستفيد من هذا الدرس اللي صار عندنا وأن هذا وحدنا وحد الجميع وحد الكويتين أن الكل يجتهد ويقوم في دوره ويؤدي مسؤوليته للقيام في هذه الدولة بعد ما مسحت في فترة بسيطة من الزمن ولله الحمد ردت بأفضل إن شاء الله من السابق ولكن تظل هناك بعض الملاحظات وبعض الأمور التي يجب أن نعالجها وتكون من ضمن الأولويات اللي عندنا وفي فترة الغزو الغاشم كان هناك عدم بيع للنفط وما في الإرادات اللي كنا نحصلها دائما من النفط ولكن كان اعتمادنا على استثماراتنا وعلى القوة المالية والمتانة اللي موجودة عندنا والله الحمد وفي الصناديق السيادية أيضا اللي موجودة في دول العالم وقدرنا نحرر بلدنا وقدرنا ندفع الرواتب ونعين الجميع في خلال هذه الفترة العصيبة اللي مرت علينا واليوم بعد تقريبا أربع وثلاثين سنة بدال لا تصير عندنا مشكلة أو مشكلتين الأخ الرئيس مشاكلنا في كل مكان ما نقدر نستثني كنا نروح الدواوين وفي احتكاقنا مع الناس شنو أولوياتكم ما نقدر نقول لهم عندنا أولوية أو أولويتين أو ثلاث في كل مكان عندنا مشكلة في كل مكان عندنا طامة في كل مكان داشين احنا بالطوفة ما نقدر نتبنى قضية وحدة لأننا اليوم محتاجين لكل القضايا وكل مؤسسة فيها مشكلة وفيها طامة إذا بدأنا في قضية الإسكان اللي المفروض بالكويت خلال خمس سنوات نوفر الرعاية السكنية حق المواطنين قاعد نوصل خمس ساعش وعشرين سنة لحد الآن المواطن مو قاعد يسكن وإذا عطينا أرض بعد سنوات وعلى ما يبني وغيره وخصوصاً اللي يدزيناهم في مناطق بعيدة ومناطق جريبة من الحدود أخشي حتى خدمات رئيسية الأخ الرئيس ممتوفرة لهم من الخدمات الرئيسية المفروضة اللي تتوفر لهم مثلاً أحدها المستشفيات قاعد يقطعون مسافات وقاعد يعانون وقد يكون هناك يصير عليهم مضاعفات في الأمراض بسبب هذه المسافات نحتاج مستشفيات المفروض الميزانية الميزانية ليجب أن تكون مرتبطة بمشاريع مشاريع تشوفها ومحددة بمدد معينة على أساس لها تنفذ اليوم مقاعد نتشوف خضية المستشفيات في المناطق البعيدة إنها موجودة المواعيد عندنا بعيدة إذن روح قضية الصحة أيضاً بعد هالسنوات عندنا نقص بالأدوية المواعيد اللي يقاعد الواحد المواطن على ما يحصلها يضطر بعدما يروح المستشفيات الخاصة على أساس ويدفع من حر ماله على أساس أن يحصل له مواعيد أجريبة إذن هي حق التربية ونقارنها في دولة محيطة فينا اليوم دولة قطر الشقيقة عربياً قاعد تصرف أقل مننا يمكن نصف ميزانيتنا عربياً الأولى عالمياً الرابعة في جودة التعليم إحنا عربياً ترتيبنا الثامن عالمياً ترتيبنا أمي وواحد مع الميزانيات الضخمة اللي قاعد تصرف وفوق هذا ما عندنا ربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل اليوم عيالنا قاعد يتخرجون الأخ الرئيس وقاعد يقعدون سنة وسنتين وثلاث وأخر شيء من وزارة لوزارة يقطونهم وطالعين تخرجات وبيبعثات تحتاج المفروض البلد ولكن للأسف مو قاعد يحصلون المكان اللي يبونه واللي على أساسه راحوا اليوم من أهم بنود الميزانية الإرادات ما يصير إراداتنا نعتمد 88% على بيع النفط أي انخفاض في هذا الموضوع راح يسبب لنا أزمة أي انخفاض ببيع النفط راح يسبب لنا مشكلة قادمة حتى الرواتب قد يكون ما نقدر ندفعها إلا ناخذ من الصناديق السيادية اللي موجودة عندنا المفروض يكون هناك تنمية للإرادات 12% إرادات أخرى أتصور شيء غير مقبول مفروض سنة عن سنة يقل اعتمادنا على بيع النفط ويكون عندنا تنمية للإرادات من ضمنها لهي غضية المشاريع الأخ الرئيس المشاريع المحلية اليوم احنا المفروض ننهض في بلدنا وأيضا راح بعد النهوض في البلد راح نقلل من المصروفات وراح نزيد الإرادات أحدها إنشاء وارتباط في مستشفيات عالمية هذه راح تقلل لنا من الصرف على الخارج وميزانيات العلاج بالخارج وراح تيب لنا إرادات إنه ممكن نستقبل حتى مرضى من الخارج إن فتحنا جامعات وكانت جامعات عالمية وارتباط معها أيضا راح نقلل المصروفات من الإبتعات للخارج وأيضا يكون عندنا استثمار بالداخل ممكن قلناها أمس أملاك الدولة يجب إعادة النظر في طريقة توزيع أملاك الدولة توزيع أملاك الدولة يجب أن يستفيد منه التجار الحقيقيين اللي قاعد يستخدمون المكان مو قاعد يؤجر بالباطن وآخر شيء الأجارات قاعد تسبب ارتفاع الأسعار على المواطنين عندنا المشاريع السياحية الأخ الرئيس والمشاريع الترفيهية تخلوا اليوم لكويت من الأماكن الترفيهية لأعيالنا نقدر نوديهم قلناها سابقا أول كنا نحصل أماكن نروح إحنا في زمننا اليوم عيالنا ما في مكان نقدر نوديهم لأماكن ترفيهية لهذه المشاريع يجب القيام فيها داخل الكويت أول شيء راح تقلل وتقلل واحد يصرف المبالغ داخل الكويت ممكن تيب لنا مثل ما إحنا قاعد نروح دول أخرى على أماكن الترفيهية والسياحية يجب أن تكون هذه المشاريع عندنا وأيضاً هذه راح تخلق فرص للعمل الأخ الرئيس اليوم إحنا نحتاج خلق فرص العمل خارج القطاع الحكومي أغلب الموظفين قاعد توظفون في القطاع الحكومي والأساس مو بس أن أخليه روح القطاع الخاص أنا واحد من الناس إذا ولدي بيروح القطاع الخاص أقول له لا تروح ما أشجع ولدينا يروح القطاع الخاص من اللي قاعد نشوفه قاعد يروحون الشباب القطاع الخاص بعد سنوات وعنده قروض وغيره شخطة قلم قاعد يمشونه ويقاعد يعاني خلال سنوات وخلال أيام وأهله قاعد يعانون معاه يدفعون القروض اللي عنده ويدفعون لأجاره وحتى يصرفون عليه وعلى أعياله اليوم استقرار وظيفي بالقطاع الخاص ما فيه يطلع كان راتب ألفين دينار إحنا تعالى نعطيه بدل بطالة فترة معينة خمسمائة دينار وغيره وإذا على ما يحصل له وظيفة ويرجع مرة ثانية بالقطاع الحكومي راح يرجع سنوات لورا اليوم إذا ما نخلق الاستقرار الوظيفي بالقطاع الخاص لا طبنا ولا غد الشر القطاع الخاص ودنا الشباب يروحون لكن اليوم ما نقدر نوعد من الروح حول أنه ما فيه أمان وظيفي بالنسبة لهم وحتى هذيل الشواب بعض المات إذا يروحون البنوك يفرقون فيما بينهم وبين اللي قاعد يشتغل بالحكومة فيه قضية الدعم أو القروض أو غيره اليوم الأخ الرئيس نحن نحتاج شيئين رئيسيين نحتاج تنمية الإيرادات ويجب أن تكون الميزانية محطوطة لأنه فيه هناك مشاريع ويجب أن تكون المشاريع الاستثمارية والمصاريف الاستثمارية هي المصاريف اللي أكثر مو ثمانين تقريبا بالإمية رواتب ودعوم 11 بالإمية مصاريف رئيس مالية مصاريف الرئيس مالية لازم ندفع عليها وايد لأنه هذه اللي راح تنقدنا وهذه اللي راح تحفظنا وهذه اللي راح تنمي بلدنا وراح تعطينا إيرادات مستقبلية وراح تخفض من غضية المصرفات يجب زيادة المصاريف في الرئيس مالية وتكون هناك مشاريع الناس يشوفونها والكل يستفيد منها وأيضا ما ننسى بالأخير أننا نشكر الأخوة في لجنة الميزانيات على دورهم على جهدهم الكبير واجتماعاتهم اليومية الله يعطيكم العافية وأيضا نشكر للأخ الوزير والطاقم المعام وأتمنى إن شاء الله هالمناحظات أن تكون جدا معنا وشكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة